سبب مجهول يتسبب في حرق مسكل للاجئين بالكامل في النمسا العليا يعني ايه هو يعني تعليق تعليقك على هذا الخبر وهل التعويضات او المساعدات من النمسا كانت كافية لحماية هؤلاء المصابين او المتضررين هلأ ابو سينا شوفيه لا هذا صراحة هذا الخبر احنا اليوم حبينا نتناوله لانه فعلا هو خبر ما بنتصع يعني انا ما بتوقع انه هذا الخبر ما بتوقع انه عبارة عن حادث هذا لانه بقولك حريق ادى يعني لانه دمر المبنى بالكامل فسترى انه له ابعاد اخرى انا اعتقد انه له ابعاد اخرى وانا ارى انه هذا بفعل فاعل صراحة الكراهية اللي عما يقودها مع الاسف حزب الحرية اليوم ضد الجانب ضد اللاجئين ضد المهاجرين اكيد ممكن تخلي شي واحد مجنون وبيعرف في مكان موجود في مخيم لاجئين او نزل للاجئين بالاحرى يقوم بحرقه ويأقدم عليه صراحة طبعا موضوع ما وارف سؤالك انه هل هي قامت السلطات بالمطلوب اكيد يعني فيه هون حريق وانه اسعفوا بعض الاشخاص للمشفى بسبب اختناقهم بالدخان والباقين تم توزيعا على اماكن مجاورة بحيث انه يعني يعني امنولهم سكن بشكل مباشر ولكن هل سنسمع تحقيق حقيقي حقيقي يكشف من وراء هذا الحريق بصراحة هذا هو السؤال اللي فعليا يجب ترحه على السلطات السؤال هنا كيف تؤثر هذه الحادثة على الوضع الانساني للاجئين في النمسا يعني هذا الرعب بصير هذا بيسبب لهم حالة من الرعب بيسبب لهم حالة من الخوف بيسبب لهم انهم موجودين بموقع الدفاع عن النفس او موقع المهاجمة يعني بدون يتوقع انهم فعلا يجيهم شي حدا مجنون اه 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 يحرقن او يعتدي عليهم او يعمل شي يعني الى الحمد لله نحن هون بنقول انه لم يصاب احد يعني في بعض الاصابات بال 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 بالاختناق ولكن فعليا لم يصاب احد تخيل يا ابو سينا هنا لو سمعنا وفات ثلاث اشخاص وفات اربع اشخاص اربع خمس اشخاص اه حروق من الدرجة الاولى اه شو صار هدون راحت من كيسهم بصراحة طب ففعلا احنا هون امام جريمة يجب التحقيق يعني هما بيهربوا من قرائم في بلدهم بيطعقوا يتعرضوا لحوادث ممتاع مئة بالمئة مئة بالمئة فبالتالي انا اتمنى انه نراقب فعليا احنا نتيجة تحقيق حقيقية وراء هذا هذا يعني اه الحادثة